السلام عليكم ورحمة الله نصحني بعض الأفاضل أن أنشر مواد حول التعامل مع الأطفال خصوصا في ظل هذه الأوضاع أوضاع القصف على إخواننا في غزة بصراحة أنا أخجل من طرح هذا الموضوع فنحن من نتعلم منهم دروس الثبات والتضحية والله المستعان ولكن لعلنا نقدم شيء يكون فيه الفائدة ولعلي في هذا حتى أكون ناقل لكلام نشاره الدكتور محمد الشامي جزاه الله خيرا في مثل هذه الأوضاع لكن مرة أخرى أنا أؤكد على أن سبحان الله تجربة إخواننا في غزة السابقة كانت سبحان الله من رحمة الله عز وجل بهم أن كانت هي الدروس والعبر التي تعلموا منها ما لا ندرسه نحن في الكتب ولا التوصيات ولا غيرها لكن نحن نذكر ببعض هذه الأمور التي قد يكون فيها الفائدة فذكر الدكتور محمد الشامي في نصائحه حول هذا أنه من المهم جدا لدعم الأطفال نفسيا تماسك الأهل نفسهم يعني نحن كأهل نكون قدر الإمكان نموذج للتماسك تماسك الإنفعال والتماسك الشعوري خلينا نحكي للثبات والضبط الإنفعالات الشعورية قدر الإمكان وهذا من عدة وجوه أول وجه أن الطفل أصلا يستمد موضوع القوة والأمان والشعور بأنه تحت الحماية هذا من نظره إلى أبيه وأمه فإذا وجد الخوف في أعينهم وجدهم الرعوبين وهكذا هو يخاف أيضا أما إذا وجدهم رابط يعني ثابته الجأش يعني الله عز وجل ربط على قلوبهم فهذا من علامات الخير التي تساعد الطفل ثم هو أيضا الطفل يأخذ من الأب والأم قدوة لنفسه قدوة لنفسه والحمد لله كثير من أهلنا في غزة هم كذلك فالحمد لله رب العالمين لكن نؤكد على هذا المعنى أن الأطفال يتأثرون بما يرون شيء آخر مهم جدا هو عدم استهجان واستغراب انفعال الأطفال يعني طفل غضب حزن بكى انفعال انفعال شديد عدم استهزاء بهذا الشعور وعدم استهجانه وعدم التقليل منه وعدم الاستهزاء به ما في مشكلة ما في مشكلة خاصة إذا فعلا كان في شيء مخيف الطفل خاف لا يستهزأ بهذا الخوف نعم يطمئن نعم سنأتي إلى التعليمات الأخرى لكن آه لا ما في داعي تخاف كيف ما في داعي تخاف يعني هاي ما في داعي تخاف هي كلمة قد تكون تطمين صحي وقد تكون بالعكس نعمل الاستهانة فنفرق بين هذه وهذه الأصل أن تعامل مشاعر الطفل بتقدير بتقدير أنا بغض النظر كيف يكون ما هو الكلام الذي يقال أو ما هو السلوك الذي يفعل لكن أنا أتعامل بتقدير لهذا الشعور وعدم استهانة بهذا الشعور تمام؟ هذه مسألة مهمة جدا من المهمة التي تساعد في تطمين الطفل وإشعاره بالأمان خاصة نحكي عن الأطفال الصغار ولكن حتى يعني في نهاية مرحلة الطفولة وحتى في مرحلة اليفاعة الاقتراب الجسدي فيا له من أمان أن تكون في حضن والدك أو في حضن والدتك هذا شعور أمان مهم جدا ولو لم تعتد عليه قبل هذه المرحلة بالعكس تكون قد تكون هذه الأحداث سبحان الله مرحلة إن شاء الله تكون مرحلة وتعدي بالنسبة لك ولبيتك فلعلها تكون مرحلة لإعادة إصلاح هذه العلاقة بينك وبين أبنائك هذه العلاقة الجسدية حتى الحضن تمام؟ هذا مهم من الأمور المهمة طبعا خاصة خاصة في أوقات القصف نفسه في وقت الهم من المهم جدا أن أن يكون مع الانشغال الحاصل والخوف وحالة الطوارئ الحاصلة الإنسان قد ينشغل عن بعض الدقائق والتفصيلات ولكن من المهم جدا أن لا تنشغل عن الدعم العاطفي الحقيقي التعبير تعبير عن الحب التعبير عن العاطفة الصادقة التعبير عن عن ما لديك من مشاعر إيجابية لأبنائك وبناتك هذا مهم جدا هذا مهم جدا ولعلها حتى إن كانت آخر آخر لحظاتك في هذه الحياة أن تكون ذكريات 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 جميلة بينكم سبحان الله فهذا مهم جدا وأيضا يعطي نوع من الدعم ونوع من الشعور بالأمان طبعا قدر الإمكان متى ما استطعت أن تشغل تشغل الأطفال بحكايات نافعة بألعاب برسم مشروع بشيء من الانشغال لا بأس فهذا بالعكس هذا شيء شيء يكون فيه تسلي لك ولهم وهذا لا بأس والإنسان يستحضر الأجر والنية في هذا فالحمد لله رب العالمين من الإشاءة المهمة الإنسان قد يستطيع فعلا في هذه المرحلة أن يتكلم مع الطفل ويهيئه حتى لفكرة الموت سواء الموت لأهله أو كذا وطبعا في كثير من الوضع الحالي أنه أنت تعرف أحد مات فعليا والطفل يعرف أحد مات أو أحد قتل أو أحد كذا فيهيئ له فكرة الموت طبعا هم نحكي عن أطفال ست سنوات سبع سنوات وأكثر يعني يبدأ يفهم فكرة الموت وأن هناك حياة بعد الموت وأن الموت في ديننا مش بس موته خلص لا في حياة بعد الموت وأن الملتقى إن شاء الله بعد ذلك في الجنة إن شاء الله وهي بالنسبة للأطفال أمان الحمد لله رب العالمين يعني حتى غيرهم إن شاء الله نحسن الضم بالله سبحانه وتعالى ويكون الملتقى الجنة فهذا من فتح أبواب الرحمة والاستعداد والاستعداد الاحتياطي لما يمكن أن يحصل لا نضحك على الطفل اللي نحكي لا الأمور تمام وما في شيء وما في حدا طب وإذا حصل شيء إذا حصل شيء يبقى الطفل في صدمة وإنه يعني عفوا يعني نصر الله عز وجل أن يرفع البلاء عن إخواننا وأن يعصم دماءهم وينصرهم على أعدائهم ويغفر لنا تقصيرنا لكن يعني فلنفترض أنه أنا رحت شرحت لابني شيء الحمد لله رب العالمين شرحت لابني شيء قلت له لا الأمور تمام ما في حدا رح يروحه كي نكلنا مع بعضه كله تمام ثم حصل أن قصف المنزل ومت أنا حتى وابني أخذ مني أني وعدته بوعد لم أفي به أخذ مني أني وعدته أنه أن كل شيء أنه لن يموت أحد والأمور تمام ثم حصل الذي حصل فإذن لا نعدهم بوعود لا تكون صادقة ما وجود التطمين التطمينات العامة الحمد لله الأمور بخير ترى في هذه الدنيا وكذا خاصة للطفل اللي بيفهم هذه المعاني أول بأول طبعا أنت تعرف من ابنك ما يمكن أن يفهم عليك تمام أحيانا بعض المفاهيم قد لا يفهمها بتفصيلها لكن أحكي لك مجرد الذكرى أن تبقى بينك وبينه ذكرى لا سمح الله إن حصل شيء أو كذا أن تكون تلك الذكرى بالكلمات الطيبة التي كانت بينكم سبحان الله طبعا من المهم جدا في هذه الأوضاع أن يتعلم الأطفال كيف يتعاملون عند وقوع المصيبة يعني أن يعرف ماذا يحصل إذا سقط المنزل إذا حصل شيء إذا فقدتني ولم تجدني ماذا تفعل إذا كذا وهكذا انقضعة الكهرباء ماذا نفعل حصل في جرح ماذا تفعل أشياء الأساسية ماذا عليك أن تفعل فيها أول بأول طبعا بحسب عمر الطفل نستطيع أن يهيئه لكن أن يهيئ لهذا وحتى فكرة تهيئة البيت وهذا أعتقد إخواننا أكثر خبرة منا في هذا لكن جعل البيت قدر إن كان آمن حتى لو حصل قصف أو كذا مثلا أن يتعرف الطفل على الأماكن الآمنة في البيت الأماكن اللي فيها يعني الناس يعرفونها تحت الطاولة الأماكن اللي فيها شمع حديد مسلحة بالحديد أو كذا اللي هي الأماكن اللي الإنسان قد يلجأ لها في حالة القصف أو انهيار المبنى أو كذا قدر الإمكان الإنسان يعرف هذا ويعرف الأطفال على هذا الشيء الآن أرجع للمسائل النفسية أكثر من الأمور المهمة جدا جدا كما قلنا أن تضبط نفسك تمام من أهم الأشياء في موضوع ضبط النفس الهدوء الهدوء من ناحية ما في داعي للصوت العالي لأنه الإنسان وهو في حال التوتر وضغط ويعني في أحوال وفي قصف كذا فممكن يصرخ يعلي صوت ولا لا حاول قدر الإمكان أن تكون هادئ حتى لو تصرف الطفل تصرف خاطئ ما في داعي يا ولد تعال هون وكذا لا 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 بيهدوء بيهدوء هو متوتر الطفل كما أنت متوتر الصراخ علو والصوت لا يفيد علو والصوت لا يفيد بالعكس يعني الطفل مثلا تحرك من هنا فعل فعل ابتعد عنكم تمام فهمنا أنه غلط ما في مشكلة لكن ما في داعي للصريخ لأن هذا يعني ليس هذا مكانه وليس هذا موطنه يعني قد لا يفيد بالعكس قد يضر من المسائل المهمة أيضا وضح بعين الاعتبار أن لا نكثر من التنبيهات والتحذيرات أمام الأطفال يعني ماشي هناك أشياء مهمة جدا على الأطفال أن يعرفوها أنه هذا ممنوع هذا لا إذا حصل كذا نفعل كذا تمام لكن ليس كل الحياة ممنوعات ومحذورات لا نحاول قدر الإمكان أن نعيد الحياة مجراها حتى ونحن في هذا الوضع القاسي والله المستعان وعليه التكلان وهذا العلو يعبر عن سبحان الله أن يرى فيكم الأطفال الرضا عن أقدار الله سبحانه وتعالى الرضا عن أقدار الله ولا تنسوا استمرار بهذا الذكر الحمد الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال أنا وأنا أسجل هذه المادة يعني يخطل الكثير من الخواطر التي فيها حتى بعضها دعوات ولعنات وشتائم على الكفر والملاعين والملاحدة والخوانة من هذه الأمة وطبعا بعد ملاعين الصهاينة ومن يدعمهم من كل الناس لعنة الله عليهم ولعنة الله على كل من كان له دور في ظلم إخواننا نصر الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرا لكن مثل هذه الخواطر علينا أن لا نكثر منها أمام الأبناء ما في مشكلة لو سمعوا شيء منها لكن أنا أقصد أن يكثر منها أمام الأبناء وكل شوي لعنة الله على كذا أو يعني هذه صيغة الغضب وصيغة أي شيء يزيد التوتر أنا لا أريده الآن الطفل الحاجة الأساسية التي أنا الآن أحوم حولها وأدور حولها المحافظة على الشعور الأمان المحافظة على الشعور بالأمان والأمان بالله وحده طبعا من الأشياء أيضا المهمة اللي هي أشياء نفسية العامة زي أشياء نفسية العامة زي مثلا النوم الصحي قدر الإمكان التغذية الصحية قدر الإمكان يعني على الأقل الماء الماء المهم جدا الواحد يكون لا يصاب بالجفاف وهكذا الآن من الأشياء المهمة أيضا ذكرها الدكتور محمد الشامي مهمة جدا أنه بث المعاني الإيمانية وهذا من أهم المعاني في هذا السياق بث المعاني الإيمانية وهذا الحمد لله نراه ووصلنا عن طريق هاتف الفيديوهات من إخواننا وكذا الحمد لله رب العالمين بث المعاني الإيمانية وأن الله معنا وأن الله عز وجل الله مع المؤمنين وأن قتل المؤمنين في الجنة وقتل الكفار في النار وأن هذه الدنيا ترى يعني عبارة عن امتحان واختبار وأن المرض إلى الله إنا لله وإنا إليه راجعون فمهما يحصل إحنا لله أصلا سبحان الله وإحنا في هذه الدنيا بس مجرد مزرعا للآخرة طبعا كلما كان طفل يفهم هذه المعاني أكثر تفصل فيها أكثر لكن بث هذه المعاني المعاني الإيمانية التي تتحصل أيضا عن طريق القدوة كما قلنا حمد الله سبحانه وتعالى على كل حال على كل حال أن يرى فيك الرضا عن الله سبحانه وتعالى طبعا كما قلنا قدر الإمكان نحاول أن نرجع إلى برنامجنا اليومي قدر الإمكان طفل اللي بيلعب يطع من البيت اللي بيقدر عليه قدر الإمكان الآن الطفل لما يسألك سؤال عن الأحداث عن الوقائع عن الأشخاص حاول قدر الإمكان أن تجيب إجابة صادقة بدون لف دورا قدر الإمكان إذا كان في شيء مهم أنك تخفي عنه أخفيه ولكن لا تجيب إجابة خاطئة بدون كذب يعني باختصار يعني تمام باختصار لكن طبعا بيكون بحسب تعاملك مع سن الطفل وعمره لا بأس أن الطفل خاصة إذا رأى فيك هو يراك قدوة وأنت تحاول المساعدة أنت كشخص تحاول المساعدة فهو كطفل يريد أن يقلدك مثلا يريد أن يساعد لا بأس دعه يساعد ولو بأشياء خفيفة لا أدري بالضبط ما يمكن أن يساعد فيه صراحة أنا لا أدري أنتم أعلم بالواقع لكن لا بأس أن يشعر من نفسها أنه له دور له قيمة له مكان لا أن ينهر في كل شيء يفعل وأن يكون ممنوع من الحركة ومنوع من كل شيء لا ليس الأمر كذلك طبعا الحمد لله رب العالمين في بعض المؤسسات وبعض المختصين النفسيين في حال إذا الموضوع رأيت أبنائك تتعرضون لحالة من الخوف والتوتر وبعض الأحداث التي تحتاج فعلا استشارة المختصين لا بأس بهذا لا بأس بهذا لا بأس بهذا أبنائك تتعرضون لحالة من الخوف والتواجلات